هل تتذكر أفلام الخيال العلمي التي حذرتنا من سيطرة الآلات؟ يبدو أن الحقيقة أغرب من الخيال اليوم لا تبدو الآلات كالإنسان بل أصبحت روبوتات حيوانية تتخفى بيننا وفي أعماق محيطاتنا من قرش يتجسس في البحار إلى نمل يبني مدنا هذه الاختراعات المذهلة هي الوجه الحقيقي لتكنولوجيا المستقبل لكن هل يجب أن نقلق أمنا بهر؟ اضغط على زر الإعجاب ودعنا نكتشف معا تبدو الروبوتات العملاقة التي بنتها شركة لماشين وكأنها أساطير قديمة عادت إلى الحياة لقد جالت العديد منها العالم من اليابان إلى الأرجنتين وتألقت في عرض خارجي ملحمي في شوارع تولوز بفرنسا من أبرز هذه الوحوش هذا المينوتور الذي يبلغ ارتفاعه أربعة عشر مترا يتطلب الأمر طاقما من سبعة عشر مشغلا لتحريك هذا الوحش الذي يزن أربعة أطنان وخمسة أعشار الطن الروبوت ميكانيكي جزئيا ويعمل جزئيا بمحرك احتراق داخلي هو لا يتحرك فقط بل يبدو وكأنه يتنفس ولكن هذا مجرد واحد من إبداعات لاماشين العديدة هناك أيضا عنكبوت بطول ثمانية عشر مترا والتنين الحصان الأسطوري لونجما مع روبوتات كهذه يبدأ الخط الفاصل بين الأسطورة والواقع بالتلاشي بينما لا يزال الذكاء الاصطناعي يتعرف على العالم فإن نسخته من القرش الآلي تبدو فريدة من نوعها لكن المهندسين الحقيقيين قد تفوقوا عليه هذا القرش الأنيق والمتطور تقنيا موجود بالفعل في الخدمة مع الجيش الصيني يعرف باسم روبوشيرك ويستخدم للمراقبة والاستطلاع يبلغ طول النموذج الحالي مترين وعشري المتر ويزن خمسة وسبعين كيلو جراما ويصبح بسرعة ثمانية عشر كيلو مترا وخمسة أعشار الكيلو متر في الساعة يمكنه العمل بشكل مستقل دون تدخل بشري ولكن يمكن أيضا التحكم فيه عن بعد من مسافة تصل إلى ثلاثة كيلو مترات هذا الكلب الآلي المجهز بذراع مناورة أتقن مهارة صعبة جدا يمكنه رمي الأشياء بدقة تضاهي مستوى المحترفين لمسافة تصل إلى خمسة أمتار حقق المطورون ذلك من خلال إخضاع الروبوت لملايين جلسات التدريب الافتراضية محاكين كل شيء من الجاذبية والرياح إلى أنواع مختلفة من التدريس بعد ذلك باستخدام تقنية النقل من المحاكاة إلى الواقع جلب الروبوت تلك المهارات الرقمية إلى العالم الحقيقي لقد أتقنها لدرجة أنه يمكنك الآن لعب الريشة الطائرة معه بالطبع هذا الروبوت ليس مصمماً للمتعة فقط فقدرته على التكيف مع الأسطح المختلفة تجعله مرشحاً قوياً للمهام الخطيرة أيضاً بما في ذلك عمليات البحث والإنقاذ مستعمرة من النمل الآلي تتصرف تماماً مثل الحشرات الحقيقية هذا بالضبط ما ابتكرته شركة فيستو نملها الإلكتروني كبير إلى حد ما بطول ثلاثة عشر سنتيمتراً وخمسة أعشار السنتيمتر لكنه مليء بالتجهيزات كاميرا ومستشعر للأشعة تحت الحمراء في البطن وفكوك قوية قادرة على حمل الأحمال تماماً مثل نظيراتها الحية هذه الروبوتات تنسق بسلاسة مع بعضها البعض ولكن لا يزال بإمكانها اتخاذ قرارات فردية ضمن مهمة مشتركة تعمل كل نملة إلكترونية لمدة أربعين دقيقة بشحنة كاملة وتعيد شحن نفسها من خلال قرون استشعارها هذا أكثر من مجرد إنجاز هندسي فهذا النمل هو خطوة نحو إنشاء فرق روبوتية تعاونية ومتعددة الاستخدامات من يدري؟ ربما في يوم من الأيام سيبنون قواعد على سطح القمر هذا الروبوت المائي لا يتحرك مثل غواصة ضخمة بل يسبح مثل سمكة التون الحقيقية سريع، أنيق، ورشيق بشكل مدهش إنه اندماج بين الهندسة والميكانيك الحيوية بجسم مبتكر وعملي الثلثان الأماميان صلبان ومقاومان للماء بينما الثلث الخلفي مرن ومملوء بالماء مما يسمح له بالقيام بحركات لولبية والدوران في مكانه والأكثر إثارة هو استخداماته حيث من المرجح أن يجذب اهتمام منظمات مثل الجيش الأمريكي وبجانبه نجد سمكة الشفانين الآلية الجاسوسية بوس جاسوس حقيقي لأعماق المحيطات تم تطويرها بدعم من الحكومة الألمانية وهي مثالية للاستطلاع تحت الماء جسمها الانسيابي يخفي ترسانة كاملة أنظمة السونار وكاميرات وحتى آلية لأخذ عينات المياه بفضل شكلها الفريد يمكنها المناورة بدقة مذهلة والسباحة على ارتفاع عشرين سنتيمترا فقط فوق قاع المحيط سبايدر هو روبوت ينتقل بين الطيران والزحف بسهولة مثل مزيج مستقبلي من طائرة بدون طيار وعنكبوت لديه أربع أرجل مع مراوح مما يمنحه رشاقة مذهلة يمكن لسبايدر الإقلاع والتحليق في مكانه ثم الهبوط برفق ومواصلة التحرك على الأرض يساعده نظام الدفع الخاص به على مقاومة الجاذبية والبقاء متوازنا حتى أثناء الإقلاع بالإضافة إلى ذلك يحافظ نظام التحكم الذكي على استقراره حتى في الظروف المضطربة في الوقت الحالي يقتصر وقت الطيران على تسع دقائق والمشي ثمانية عشرة دقيقة ولكن هذا يعني أن هناك مجالاً كبيراً للتطور في المستقبل يمكن لسبايدر استكشاف الأماكن التي يصعب الوصول إليها والمساعدة في مهام الإنقاذ أو توصيل الطرود حيث تفشل الروبوتات العادية حتى شيء يعتبر عادياً مثل القوقعة يمكن أن يلهم المهندسين تأتي هذه الروبوتات الصغيرة مع مجموعة غير متوقعة من المهارات إلى جانب مساريها يميز كل روبوت قوقعة بكوب شفط فراغي ومرفقات مغناطيسية هذا يعني أنها تستطيع التعامل مع التضاريس الوعرة والارتباط أيضاً مع القواقع الأخرى القبضة قوية لدرجة أنه إذا واجهت مجموعة فجوة يمكنها أن تشكل جسراً لبعضها البعض مثل سلسلة حية من الفولاذ في المستقبل يخطط المطورون لمنحها ذكاءً اصطناعياً حتى تتمكن من التواصل والعمل دون تدخل بشري في الواقع يمكن أن تصبح الإنجازات التي تحققت في تطوير هذه القواقع الآلية أساساً متيناً لفرقٍ بحثيةٍ أخرى تعمل على أنواعٍ مماثلةٍ من الروبوتات تحمل السلحفات الآلية نارو ترتروغا كميةً كبيرةً من المعدات في صدفتها لمجموعةٍ واسعةٍ من المهام هل تحتاج إلى وحدة تتبع المواقع لديها واحدة مستشعرات الضغط والتيار ودرجة الحرارة كلها مدرجة نظامٌ كهرودوئي على متنها أيضاً على الرغم من كل ذلك تسبح بسرعة سبعة كيلو متراتٍ في الساعة كما أنها عالية المناورة بفضل زوجٍ من الزعانف الأمامية التي تعمل بشكلٍ مستقل ولكن هذا ليس كل شيء بينما كان النموذج الأولية متشغيله عن بعد يخطط المطورون بالفعل لجعل الإصدارات المستقبلية مستقلةً تماماً هناك أيضاً مساحةٌ كبيرةٌ داخل الروبوت مع فتحاتٍ مخصصةٍ لربط وحداتٍ إضافية في النهاية تبدو هذه السلحفات مرشحاً قوياً لكل شيء من استكشاف الشعاب المرجانية إلى البحث عن القطع الأثرية الغارقة سالتو هو روبوتٌ يقفز من فرعٍ إلى فرعٍ باستخدام نفس الفيزياء التي تعتمد عليها السناجب إنه نتاج علماء درسوا عن كثب كيف تقفز السناجب ثم ترجم ذلك إلى حركةٍ روبوتية عند الهبوط يمتص سالتو ستةً وثمانين بالمائة من الصدمة بأرجله الأمامية ويستخدم عكس المحركات للفرملة تساعده حذافةٌ على تعديل مساره في الجو كما أن تعديل وضع جسمه لا يسمح له بالهبوط بنجاحٍ فحسب بل بالحفاظ على توازنه في الاختبارات نجح السالتو في الهبوط خمساً وعشرين مرةً من أصل ثلاثين عملياً يمكن أن تكون الروبوتات مثل هذا مفيدةً لعمليات التفتيش في مواقع البناء أو لمراقبة البيئة في الغابات وإذا كانت القفازات تحاكي الرشاقة فإن الطيران يصل إلى مستوياتٍ فنيةٍ من المحاكات الحيوية والميزة البارزة في روبوت طائر السنونو هي ريشه إنه مصنوعٌ من رغوةٍ مثبتةٍ على دبابيس من ألياف الكربون عندما تتحرك الأجنحة لأعلى ينتشر الريش وفي الحركة الهابطة ينغلق والنتيجة هي طيرانٌ رشيقٌ بشكلٍ مثيرٍ للإعجاب خاصةً بالنسبة لروبوت ولكن ما الغرض منه؟ اتضح أنه إذا قمت بتجهيز غرفةٍ بوحدات راديو يمكن للطائر أن يتنقل في الفضاء دون استخدام الكاميرات وإذا استمرت هذه التقنية في التطور فقد نرى روبوتاتٍ طائرةً مستقلةً تماماً لا تحتاج إلى عيونٍ لتجد طريقها الأوراق تتساقط بهدوء يظهر خيال غزالٍ في الأفق يصوب الصيادون غير الشرعيين أسلحتهم غير مدركين أنهم هم الفريسة الغزال في الواقع هو طعمٌ آلي يساعد في القبض على الصيادين متلبسين هذه الطعوم التي تشمل أيضاً الثعالب والدبابة وحيواناتٌ أخرى توضع في مناطق تم الإبلاغ عن نشاطٍ مشبوهٍ فيها ويتم التحكم فيها عن بعدٍ من مواقع مخفية أحد أغرب الأمثلة هو غزالٌ آلي يسقط قطع حلوى بدلاً من الفضلات قد تبدو هذه خدعةً سخيفة لكنها قد تنجح في تشتيت وتأخير الصيادين لفترةٍ كافيةٍ للقبض عليهم بالجرم المشهود من الوحوش الأسطورية إلى جواسيس الأعماق رأينا كيف أن تكنولوجيا المستقبل تمحو الحدود بين الآلة والكائن الحي هذه ليست مجرد اختراعاتٍ مذهلة بل هي لمحةٌ عن عالمٍ تتعاون فيه الروبوتات الحيوانية مع البشر لحل أكبر التحديات أي من هذه الروبوتات أدهشك أكثر؟ شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى الاشتراك لمتابعة المزيد من عجائب الهندسة